سبحانه وتعالى يا أولاد قال لنا قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون نحن نفرح أن العيد جاي فيه أحزان أيوة فيه أحزان الدنيا ما بتخلصش من الأحزان والدنيا هي دار تعب ودار مشقة فإحنا نوفضنا نبص على المشقة وإحنا تعبنين وإن الدنيا دايق بينا وكلام من ده كله مش هنفرح أبدا فإحنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأمرنا نعمل وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا نعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نلبس أفضل الثياب نلبس أفضل الثياب وننصلح يبقى نمشي من طريق ونرجع من طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نفطر على التمرأة إليه أخيرا وإلى الفرح ونفتر على تماراتها إضافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فى الأمر contribution النبي صلى الله عليه وسلم قال ر نحن نفرح ونبين الفرح ونبين أنه ما تستوى جدا ربنا سبحانه وتعالى بلغنا هذا وهو ربنا سبحانه وتعالى حطلنا العيد وأفعل العيد لأمر تنوتي لذا يفرح وعترنا عليه же قمنا عليه واجمنا إلى رمضان وصلينا ودعينا ربنا سبحانه وتعالى بنقالعية اللي احنا عايزينها وان شاء الله ربنا يستجيب وان شاء الله تكونوا من اهل الليلة القدر ويكون ربنا وفاء كل ليلة القدر كل الكلام ده يا ولاد سبب بالفرحة ان ربنا سبحانه وتعالى مد في اعمارنا ان احنا نصوم رمضان ونحضر العيد او هنصوم ست ايام النبي شهر سلام بيقول من صام رمضان ثم اتبعه بستة من شوال فكأن ما صامت دهرة كله فنصوم رمضان والحمد الله ربنا يكمل لنا رمضان على خير اذن نصلي العيد نبس ن Coward كنت رح Regarding الجنة إن شاء الله عشان بنطبق سنته وماشيين على نهجه صلى الله عليه وسلم طيب يا أولاد إحنا دلوقتي خلصنا لإيه؟ خلصنا الحصة إحنا بنقول في آخر الحصة إيه؟ يعني آخر كل درس بنقول إيه؟ الدعاء بتاع كفارة المجلس ها فاكرينه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نكمل ولا كفاية؟ نكمل لا ما خلصنا انتعيبت بقى خلصك نكمل عشر ساعات إذا أنت كده بقى عايز زورة عايز أنه عايز بقى ترمس ينسون هنا أو حاجة سخنة لا ما بتقول لك ما ما لا قوليا يا حبيبي الأن 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 لا لا يا ماما مينفعش نصوم في العيد أصلا صيام العيد مينفعش ها إحنا في العيد الفطر ما بنصوم اول يوم اول يوم ده ما فيش فيزة الخالص وبعد كده بنصوم باقي عايزين تاني يوم العيد بنصوم الست ايام ثاني وثالث ورابع وخامس وثادس وسابع وبنكمل الايام اللي هو ستة ايام بثعل ستة ايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليهم في الحديث من صام رمضان ثم اتباعه بستة امين شاول فكأنما صام الدهرة ايه؟ تمام كنا يا أولاد ايه الدعاء ايه بقى؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله إلا انت أستغرفك وأتوب إليك السلام عليكم السلام عليكم ببارك عليكم حتى سناها شكرا شكرا